على مستوى التعليم وهذه مسألة أساسية لنا الكثير من الإخوة والأصدقاء الذين يتابعوني الآن هم ينخرطون وينتظمون في سلك التعليم سواء في المغرب أو في بلجيكا أو في هولندا أو في غيرها من الدول هنا الآن نحن الأساتذة جميع الأسلاق الابتدائي والثانوي وكذلك الجامعة أنهم يدرسون عن بعد وعن بعد يعني أن هناك الكثير من الآليات والطرق كل أستاذ هناك إمكانيات لكل مؤسسة ولكن الأستاذ في آخر المطاف هو الذي يقرر هناك بعض الأساتذة مثلا الذين يرسلون بعض الواجبات والتمارين للتلاميذ أو الطلبة فيتابعونهم عن بعد هناك أساتذة مثلا كل يوم يرسل شيئا معين هناك بعض الأساتذة مثلا فيما يتعلق مثلا بأبنائي هناك الأسيمة الإبن الذي يدرس في الابتدائي أن أستاذة التي تدرسه أن كل يوم تبقى في تواصل مع التلاميذ وتحاول ما أمكن أن ترسل لهم شيئا معين مسألة كذلك مهمة ربما إخوة في المغرب يمكن أن يطلبوها من تلاميذتهم أن هناك كل تلميذ أنه يكتب مذكراته فيما يتعلق بفيروس أو بوباء كورونا كيف يعيش هذه الأيام في المنزل ماذا يسمع في الإعلام في الشارع وغير ذلك وما هي أحاسيسه كل يوم يكتب مثلا فقرة مثلا وماذا فعل وكيف قضى يومه فهذه الأمور كلها جميلة وتجعل الإنسان والتلميذ في التفاعل هناك مثلا على المستوى الجامعي للأسف الشديد أن آخر قرار اتخذ من طرف رئاسات الجامعات على مستوى الفلامانكي أن آخر رسالة تلقيتها من الجامعة من جامعة لوفا التي أعمل فيها أنه سوف يتم تمديد التعليم عن بعد إلى آخر السنة الدراسية كان القرار الأول كان إلى حدود ثلاثة أبريل ثم يتم تقييم للوضعية ثم بعد ذلك سوف يقررون ولكن اكتشفوا أن الأمور أنها بدأت تطور بشكل سلبي للأسف الشديد لذلك في رئاسة الجامعة أنها قررت أن يمدد التعليم أقول هنا التعليم الجامعي إلى آخر أو التعليم عن بعد فيما يتعلق بالتعليم الجامعي إلى آخر هذه السنة والتعليم عن بعد في الجامعة فهناك مختلفة آليات أن تعليم عن بعد يتم عبر آليات وميكانيزمات ووسائل مختلفة كما تعلمون أن هناك التعليم على المستوى التكنولوجي والتواصل هناك تطور كبير مثلا هناك الأستاذ الذي عنده أقسام صغيرة مثلا فهو حر أنه يمكن له أن إما يعمل عبر الواجبات أو أنه يقدم بعد دروس مثلا كل أسبوع يقدم ساعة أو تفاعلية للطلبة هناك عندنا مثلا ما يدعى طوليدو طوليدو وهو هذا الذي يسمى الحرم الجامعي وهو حساب داخل الجامعة فكل طالب يسجل في الجامعة وكل أستاذ وكل عامي في الجامعة فعنده حساب داخل هذا الحساب الكبير الخاص بالجامعة فعبر هذا الحساب يمكن لك مثلا أن تستعمل مختلف الآليات والطرق لسيمة التفاعلية إما عبر تسجيل فيديوهات وتركها هنا للطلبة حتى يطلع عليها الطلبة أو بشكل تواصلي وتفاعلي مباشر هناك كذلك التحدي الكبير هو بنسبة للشعب والتكوينات التي يسجل فيها الكثير من الطلاب مئات الطلاب عندما تجد مثلا أستاذ عنده 150 طالب في مادة معينة مثلا فهذا يشكل له التحدي طريقة هنا فقط أنه يقدم دروس عبر لنقل أونلاين عبر شكل مباشر وتفاعل عبر الإنترنيت عبر سكايب وهناك آليات كذلك مختلفة لماذا؟ لأنه إذا اعتمد الواجبات فهذا صعب عليه لأنه إذا مثلا أعتفقت واجب واحد كل أسبوع للطلاب فإنه يقتضي عليه أو منه ذلك أن يصحح 150 ورقة والوقت غير كافي لذلك لذلك فأهم وسيلة لهذا الأستاذ وهو أن يقدم دروس أو يسجل فيديوهات للطلاب الآن الإشكالي المطروحة التي هم في جميع الجامعات الآن يعملون على قدم وساق لإيجاد الحلول الاستعجالية والسيما لمسألة التعليم هو السؤال يتعلق بالامتحانات كيف سوف يمتحن الطلبة وهذا السؤال كذلك سوف يطرح كذلك فيما يتعلق بالمرحلتين الابتدائية والثانوية مثلا الآن إذا كانت تناميذ يدرسون من المنزل فكيف سوف يتقدمون إلى الامتحانات وهذا هو التحدي الكبير بمعنى أن تلميذ يمكن له أن يدرس بعض المطويات بعض المواد في المنزل بمساعدة الآباء والوالدين هناك الآن عبر الإنترنت يمكن له أن يجد الكثير من المعلومات والمتعلقة بمادته ولكن الإشكال هنا كيف سوف يمتحن لسيما لأن التلاميذ ليس هم الطلبة فالتلميذ مثلا في الفداء والثانو فهو يحتاج دائما إلى مزيد من الدعم والتحفيز من طرف المدرسة أو من طرف الأساتذة فهل هذه الدروس التي تعطى عن بوعد أو أن الطالب وحده يهيئها ويدرسها لنقول في منزله هل تكفي لأن يجتاز الامتحان وهذا في الحقيقة تحدي كبير الآن ننتظر الأجوبة حول هذا التحدي وأخاف أخشى أخشى إذا لم ينجحوا في هذا الجانب أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ وربما لقسم كبير من الطلاب ونحن الآن بعد الأسبوع القادم سوف تحل العطلة الربيعية وهي تمتد لأسبوعين بمعنى أن هناك فراغ طويل بالنسبة على مستوى التعليم والتدريس هذا الفراغ يمتد إلى خمسة أسابيع متتالية ثم أن آخر ما طلعت عليه ولم يتخذ بعد بشكل رسمي أنه يناقش أن يمدد هذا الحجر إلى ثماني أسابيع إضافية ثماني أسابيع إضافية يعني أنه بعد ثلاثة أبريل أنه سوف يضاف شهرين هذا يعني أن هذا الحجر سوف يمتد تقريبا إلى العطلة الصيفية لماذا؟ لأن هناك الكثير من المؤشرات التي تقول بأن هذا الفيروس أنه في تطور وفي التفشي وهناك تحديات كثيرة إلى حد الآن ليس هناك نسمع أخبار وإشاعات متنوعة حول اكتشاف أو حول تطوير دواء معين أو لقاح معين ولكن في أرض الواقع لا نملك دواء لنقل فعال يمكن أن نواجه به هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر